مرحبا بكم في الصحة ماغل كما كل يوم نجيب لكم وضع جديد على الصحة التغذية والجمال وإذا تبعتوا العادة عن اليوم نكون لحين تعرفوا أكثر عن طرق علاج الإسهال فرأيكم؟ الإسهال هو حالة مرضية؟ هذا الشي خطأ الإسهال هو أحد الأعراض التي تصاحب عدة أمراض وتحدث الإصابة بالإسهال عندنا والأطعامة غير ناقية وقدمة ويمكن أن تكون له مضاعفات خطيرة على حياة الإنسان إذا ما دواش كما تاني يقدر يجي الإسهال نتيجة القلق والتعب وكذلك بسبب بعض الأدوية يتسبب الإسهال في الشعور بمغض وألم في الكرش تاني غطيان صدع وحتى التقيق والشعور بكترة بضرورة الذهاب إلى المرحاة يمكن علاج الإسهال بطريقة طبيعية من خلال شرب جرعتين من مزهر لشوكورة وقتاني مليح الإسهال شرب ماء الأرز هو يساعد بالزاف في توقف الإسهال الإسهال ينشف في الجسم تها الإنسان لهذا لازم عليكم تكتروا من شرب الماء كتر من الموالفين وشربوا قد ما غدرتوا لازم تحرصوا على تناول أطعامة صحية ومتوازنة باش تعاوضوا المعادن والفيتامينات اللي خسرتوها وتاني لازم تفيتوا اللوحو الحمراء الحليب ومشتاقته لأنها تزيد من حدد الإسهال عادة الإسهال ما يكون لي سبب بسيط وما يكونش عندو خطورة ما يولشتوه طويل كتر من يومين لازم عليكم تروحوا تشوفوا طبيب شرع الله يكونوا في لناكم تقدروا تعودوا تشوفوا صحة ماكسوغ انترنت فيسبوك ولا يوتيوب ما بقى لغة نقولكم تهلا في صحتكم بقى على خير